أعزائي طلبة الطلبات السنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم خمسة مساء الخير على كل طلبنا العزاء مساء الخير على كل مدرس اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية اللي يتبقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنه من الكمال هيكون في دافتنا النهاردة ميسيو محمد الترس رئيس قسم اللغة الفرنسية في مدرس رياض الصالحين صباح الخير يا أستر صباح خير ومسرع مشارفتنا ومشارفتنا كالعادة وهتقول إيلة الله وكناهلا أحب الأول أوجه كل الشكر لأبناء أنا طلبة الطلبات السنوات العامة نهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الأولى في اللغة الفرنسية منهجنا بيتكلم عن أربع وحدات إن شاء الله هنتشتغل نهاردة الجزء مقدمة الوحدة الأولى وجزء كبير جدا من الدرس الأول هتمنى تركزه معنا وإن شاء الله هربنا ووفقكم جميعا بالتوفيق بش استأذن بس مخرجنا الجميل اشتغل شوية الصبورة بإذن الله اتفاضل حقيقة مبدئيا الوحدة بالقولة بتاعتنا بتتكلم عن الرياضة الرياضة دي عندنا في المنهج بتاعنا لها اتنين تأسيم أول حاجة عنوان الوحدة بتاعتنا اللي هو بمعنى الرياضة الرياضة بتنقاسي من لحاجتين أول حاجة كلاسيك دي اللي هي الرياضة الكلاسيكية اللي هي الرياضة العادية زي اللي كلنا متعارفين عليها أو عارفينها زي كورة القدم زي السلة زي التنس النوع التاني حاجة اسمها اكسترام رياضة الاكسترام أو بالغة الخطورة خلي بالك ان فيه كذا معنى لكلمة اكسترام بيسوها في المعنى زي كلمة بمعنى عنيف وزي كلمة بمعنى خطير خلي بالك مراضفات الكلمات دي بتفرق معنا كتير جدا في سؤال استناسياء المواقف بتاعتنا يبقى انا اول حاجة اتكلمت عن التقسيم الاول للرياضة اللي هو الكلاسيك والاكسترام أو الفيولو أو الدينجيغو يبقى الرياضة متنقسم عندنا الحاجتين كلاسيك رياضات كلاسيكية العادية زي كورة القدم والسلة والتنس ورياضات الاكسترام أو الفيولو أو الدينجيغو ايه الرياضات الخطيرة؟ الرياضات اللي اثناء ممارستها انت معرض لقاطة غلاء للموت زي الطيران الشراعي أو زي الكراتي أو البوكس معايا ده بالنسبة للتقسيم الاول بعد كده الرياضة بتنقسم عندنا لتقسيم تاني اللي هو التقسيم التاني اللي هي كلمة كوليكتيف اللي هي الرياضة الجماعية بتساوي كلمة اسمها 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 الرياضة بمعنى رياضة فريق خلي بالك دايما من التقسيم بتاع الرياضة والمتحان يقول لك مثلا انت بتحب رياضة الرياضة فردية ويجب لك في الاختيارات طبعا غيرتين جماعيتين مع رياضة فردية يبقى احنا كده اتكلمنا عن تقسيم الرياضة الى رياضات الكلاسيكية اللي هي الرياضات العادية اللي كلنا متعرفين عليها الرياضات الخطيرة بعد كده عندنا التقسيم التاني اللي هو الرياضة الفردية والسفورت او الرياضات الجماعية بعد كده ده التقسيم الاول وده التقسيم التاني بعد كده عندنا مقدمة الوحدة بتاعتنا عبارة عن نص في حوار كده بيدور ما بين ثلاث اشخاص هنبدأ ان شاء الله نطلب من مكررنا الجميل يجبنانا الصفحة الاولى من الكتاب بتاعنا عشان نبدأ ان نشغح القطعة بتاعتي اتفضل الناس القطعة بتقول اول عنوان بقولك ماريو اغيف شي تشارلوت يعني ماريو بتصل عنده تشارلوت ريشارد اللي هو اخو تشارلوت بيبدأ يفتح لها الباب بيقول لها سالو بمعنى سلام او مرحبا ماريو بترد تقوله سالو هنا كلمة لا بالاكسون اللي على حق في الا بمعنى هنا بتقوله تشارلوت اي لا موجودة هنا ريشارد اللي هو اي نعم هي في غرفتها بمعنى يجهز او يستعد فبيقول لها نعم ان هي موجودة في غرفتها وان هي بتستعد عشان تيجي معاك تشارلوت بترد بتناديلها من فوق بتقولها زي ما احنا شايفين في الصورة سي ماريو هذه ماريو تشارلوت لها انتر ماريو ادخلي جاريف انا جاية ماريو بتقولها مي توني با بغت توني با بغت كلمة بغت بمعنى جاهز او مستعد بتقول لها انت مش جاهزة او مش مستعدة بترد عليها تشارلوت لها سي سي بمعنى بلا بلا انتظري كلمة ساك دو سبور يعني شنطة رياضية نخلي بالنا ان دي ليزي كي با يعني الادوات اللي هي تستخدمها هي ترايحة مارس الرياضة كلمة ميو بمعنى زي الرياضي خلي بالك دي كلمة مهمة جدا كلمة ميو لوحدها زي الرياضي لو بقت ميو دوبا يبقى الميو بتاع البسين او البحر تصريف فربي بمعنى ينزل يبقى هي الردد هتلاقي انتظري انا هاخد الشانطة الرياضية امام ميو والزي الرياضي وهنزل ريتشارل طبعا اخوها بقولها او لا لا ما صار اختي بطلة التأخير كلمة شامبيون بمعنى بطلة ودي كلمة مؤنسة نخلي بالنا منها عشان دي من الكلمات المهمة بقولهم انتو هتلعبوا نعم احنا رايحين التدريب او جيم ناز في الصالة الرياضية خلي بالك من كلمة جيم ناز دي من ضمن الاماكن اللي همارس فيها بعض الرياضات بعد كده المشهد التاني تشارلوت ريمونت ويدي صانت تشارلوت بتطلع ثم بتنزل تاني ماريو تقول لي تشارلوت كسك توفي ماذا تفعل خلي بالك من اداة الاستفهام كسك بمعنى ما او ماذا تسأل عن مفعول بتقول لها كسك توفي ماذا تفعلي تشارلوت بتردوا لها كلمة سيرفيات من الأدوات اللي بنحتاجها بمعنى فوطة بدور على فوطة في الحمام ماريو بتقول لها فعلي زود امرين بمعنى يسرع أو ينجز بتقول لها بمعنى المدرب وده من دي من البرسوناج بتاعت الوحدة بتاعتنا الشخصيات دي كلمة مهمة جدا نيفا بايترو كونتو يعني المدرب مش هيكون مبسوط مننا لو وصلنا متأخرين تشارلوت بتردوا بتقول لها فوالا ها هو جوسوي بريت انا جاهزة قلي لنذهب قلي قريدو رالي كفي عن التزمر يعني خلاص بقى كفية الكلام كده يولا نبدأ نتحرك على التمرين بتاعنا بعد كده عندنا في الصفحة التانية بعد التدريب يعني هما دلوقتي كده وصلوا النادي وبدأوا التدريب بتاعهم وخلصوا التدريب بعد التدريب ماريو بتبحث عن صديقتها اللي اسمها تشارلوت تلاقي با ماذا تفعلي انت بتفكر تنامي هنا او كوا ولا ايه قالت لا لا جاغت جاغت لا خلاص انا هتحركوا ماريو بتلا مو جو انا يجب ان اغادر انا لازم امشي او ارحل جي رانديفو انا عندي معاد كلمة رانديفو بمعنى موعد او لقاء اذك ناتالي مع صحبتنا اللي اسمها ناتالي الساعة السادسة توفو فينير انت عايز تيجي معايا تشارلوت راتلا لا لا جوني بوبا مش هقدر جو دواء اللي شي مي جرانبارو انا يجب ان اذهب شي حرف جر بمعنى عنده وده حروف جر المهمة جدا السنة دي مي جرانبارو اكدادي ماريو بتقول لها او دي لور بونجور دو ما بار دي لور بونجور دو ما بار يعني سلميلي عليهم زي كده مصطر احمد في لغة الانجليزية remember me to have you يعني سلمي علي تقريبا نفس المعنى جميل اذا اوفي ناتالي في الواقع ناتالي ناتالي صاحبتنا دي هتمارس رياضة الجودو لسام دي يوم السبت بعد كده كسك توبن سي بتقول لها بقى ايه ايه رايب جولوي ديوي اقول لها موافقة وتيجي معايا قلت لها بوف موا كلمة بوف ده تعبير يوحي بالسوق يعني عدم الاستحسان يعني استخدم التعبير ده لما حد يقترح علي حاجة ويارض علي حاجة وانا كون مش موافقة على الشيء ده هذا لا يعني لي شيئا يعني الموضوع ده مش من اهتماماتي ان انا ايه اتابعه انتظريني 5 ميليت خمس دقايق هاخدوش اجي اغيف وهاجي عشان نتحرك ماريو بتقول لها او نو ايه دي جا سان كور اي دومي الساعة خمسة ونص ويحنا اعلم شوية ان ايه عندها معادي الساعة كام 6 خلاص يلا وانا هبتدي اسرع او انجز دي كانت مقدمة الوحدة بتاعتنا اتعرفنا من خلالها على الحوار اللي دار ما بين التلات اشخاص بنعرف برضو ان بعض الرياضات انواع الرياضات وهل هي كلاسيك زي مثلا كورة اللياد اللي هي الهاند فال وبعد كده عرفنا ان هي رياضة جامعية او رياضة فريق بعد كده هننتقل لشرح الجزء بتاع الجرامير بتاعنا اللي هو فرب جوية وفرب فار وفرب براتيكيت استاذ مخرجنا دي انا الصبورة كده ان شاء الله بشرح بعض الاجزاء عشان تستخدم او عشان تعبر عن الرياضة اللي انت بتمارسها قدامك افعال كتير لازم تعرف ايه هي الافعال دي وايه هي الادوات اللي انت هتستخدمها مع كل مجموعة من مجموعات الافعال اول فرب عندنا هو فرب جوية جوية فعل معناه يلعب وده من افعال المجموعة الاولى خدنا قبل كده في السنين اللي فاتت تقسيم الافعال وقلنا ان الافعال بتنقصم لثلاث مجموعات المجموعة الاولى والمجموعة التانية والمجموعة التالتة المجموعة الاولى كانت بتنتهي بال-OR المجموعة التانية بتنتهي بال-ER المجموعة التالتة بتنتهي بال-R واي نهاية اخرى غير ال-OR و-DR بنعتبرها منضم المجموعة التالتة ده بالنسبة لتصنيف الأفعال عندنا فيرب جوه بمعنى يلعب وده الجزء الأول بتاعنا وبعد كده عندنا فيرب فير وبعد كده عندنا فيرب يسمه براتيكي فيرب جوه اللي معنى يلعب فيرب فير خدناه من كده بمعنى يعمل ولكن في وحدة الرياضة هيترجم بمعنى يمارس فيرب براتيكي بمعنى يمارس تلت أفعال تقريباً ادونا نفس المعنى فيرب جوه من أفعال المجموعة الأولى فيرب فير من أفعال المجموعة التالتة وفيرب براتيكي من أفعال المجموعة الأولى دلوقتي فيرب جوه جالي جملة بتقول على سبيل المثال إل نقط أو تنس وقال لي اختار هي هتبقى جو ولا في ولا براتيك لو جيت تطبق المعنى على الجملة إل هو نقط أو تنس كرة التنس جو يلعب في يمارس براتيك يعني يمارس التلات إجابات من حيث الترجمة ينفعه ولكن من حيث الأداء الموضوع هيختلف ليه بقى؟ فيرب جوه بياخد حاجة اسمها الأوهات الأوهات دي الأوهات دي اللي هي الـ أو والأولاة والـ آ والـ أو يالـ أو توضع أمامه مفرد مذكر والـ آلأة أمامه مفرد مؤنس والـ آ أمامه مفرد بادء بمتحرك طبعاً احنا فاكرين الحروف المتحركة بتاعتنا اللي هي ال-A و-U وال-E وال-O وال-U وال-Y وال-U وال-SH ال-OX دي توضع أمام الجمع بنوعي طيب، أنا دلوقتي عندي فب Bruce »Wee« وقلت أنه بيأخذ الأوهات يال أو ALUE أقل أمصرف A-U-X طيب، لو جينا نبص على المسال ده إيه نقاط أو تنس؟ هو نقاط التنس أنا عندي هنا إيه؟ أو؟ هل هي من الاوهات دي؟ اه موجودة اه مع المفرد المذكر وكلمة تنس مفرد مذكر يبقى انا هنا ملزم انا اختار فيربي ايه جو ويه يبقى ايل جو أو تنس هو يلعب التنس طيب انا قلت ان فيربي جو ويه بياخد الاوهات طب فيربي فير و فيربي براتيك ايه فيربي فير هياخد حاجة اسمها الدوهات ايه الدوهات دي؟ اللي هي الدو والدولاع والدو قال لاباستروف والدي حد من ولادنا اكيد افتكر دلوقتي ادوات التجزيع ايوه هي هي نفس الادوات الدو امام مفرد مذكر الدو لا امام مفرد مؤنس الدو على ابو اصرف امام مفرد متحرك والدي امام الجامع يبقى احنا قلنا ان فيربي جو بياخد الاوهات فيربي فير بياخد الدوهات اكزامبل او مثال على فيربي فير لو انا قلت ايل نقاط ايل نقاط مثلا دو مثلا فوتبال وقال لي اختار هي هتبقى جو ولا في ولا ام ايه اللقاط دو فوتبال انا لقيت عندي في الجملة ايل نقاط دو فوتبال طيب هل الدو دي تبع الاوهات ولا تبع الدوهات تمام هي تبع الدوهات يبقى انا هاختار فيربي فير ولا فيربي جو وي حد هيقول لي طب انا مش فاكر تصريف فيربي فير فيربي فير من افعال المجموعة الثالثة وللازم تكون حافظ تصريفه فيربي فير بيبقى مع الجو جو فيه تو فيه ال وقال في ها معي والنو تبقى فيه مع الفو يبقى فت الى فيك اس وقالا فيك اس هيكون فون ده تصريف فيربي فير وده من الافعال المهمة جدا جدا في مهناجنا السنة دي ولازم حضرتك تكون حافظ تصريف فيربي فير كويس جدا فيربي جو وي كده كده من الافعال المجموعة الاولى ده من الافعال المجموعة الاولى فيربي فير جو فيه تو فيه يلو قال فيه نوفيزان وفات إيه لا فيك اس وعلا فيك اس يكون فا ده بالنسبة لتصريف فيربي فير يبقى إيه النقطة دو فوت بال هتبقى تمام إيل فيه يبقى إيل فيه دو فوت بال هو يمارس كرة القدم فيربي براتيكيه هياخد حاجة اسمها اللوهات إيه اللوهات دي اللي هي اللو لا اللي هي بالزبط أدوات المعرفة اللو هتوضع أمامه مفرد مذكر واللا أمامه مفرد مؤنس والقل عبصرف أمامه مفرد متحرك واللي أمام الجمع بنوعي لو جيت هقول مثلا على سبيل المثال إيل مثلا لقط لوتنس لوتنس قلت هاختار مثلا في ولا جو ولا براتيك أنا عندي هنا إيل مؤط لوتنس أنا هبص على الأداة اللي جات مع الرياضة اللي بعد المؤطة لقيتها لو يبقى أنا محتاج إن أنا أعرف هي اللو دي تبع اللوهات ولا الدوهات ولا الأوهات هي بيانتني إن هي تبع اللوهات عشان نعمل الأدوات المعرفة إذا أنا أختار فيرب براتيكي يبقى أقول إيل براتيك لوتنس طيب حدا هيسألني طب هل في أفعال تانية بتاخد نفس الأدوات فيرب جوه بلا منازع محدش معها بياخد الأوهات فيرب فيرد نفس الكلام بياخد الدوهات ما بيش أي أفعال تانية معها لكن فيرب براتيكي في أربع أفعال اللي هم اللي هي أفعال الميول والرغبات اللي احنا أخدناها في الصف الأول السنوي فيرب بيامي فعل معناه يحب، أدو ري يعشق، بريفري يفضل، دي تستي يكره، فيسمها أفعال الميول والرغبات، الأفعال دي هي كمان بتاخد اللوهات مع فيرب براتيكي يبقى لو حبينا نختصر كل الكلام الجميل اللي قدامنا ده في شكل مبسط كده عشان نقدر نحفظه بعد كده ونطبق عليه لازم نخلي بأينا دايما من الأفعال والأدوات اللي بتيجوا وراها لأن ده سؤال مهم جدا جدا على الدرس الأول في الامتحان ودايما اللي هو نصيب كبير من أسئلة المتحانات السؤال العام لو جي مثلا عايزين نقسنا اختصارا كده هنقول إن فيرب جوي وفيرب فير وفيرب براتيكي وهناخد مع فيرب براتيكي الأربع أفعال اللي فوق دول اللي هما فيرب ايمي ادوري بريفري دي تستي هنقول إن فيرب جوي بياخد الوهات فيرب بياخد الدوهات فيرب براتيكي والأربع أفعال اللي معاها هياخد حاجة اسمها اللوهات إجزامل ملحوظة كده سريعة هنقولها في المثال لو جيت أقول مثلا إيل نام طا نقط تنس وقال اللي اختار هي هتبقى لو ولا دو ولا مثلا أو إيل نام طا نقط تنس هو لا يحب نقط التنس أنا عندي هنا فيرب ايمي يبقى أنا دلوقتي عندي فيرب ايمي بياخد اللوهات يبقى هاختار لو يبقى إيل نام طا نس 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 طا ن الجملة منفية اللوهات الى اللو والله والله ابوسته واللي اللي بتتبع فراتيك اي مي ادو ري بريفري دي استي لا تتغير يعني سابتة سويا الجملة مسبتة او الجملة منفية بعد كده عندنا فراتي بفير الدوهات بتاعته 10 والدوج ل will واحد دي تتحول عند هذا النفuy الى د او دي ابوسته مش فاهم لو جيت أقول مثلاً إِلْ فِي نُؤَطْ كَرَةِي وجيت هنا وقلت إِلْ نِيْ فِي بَاْ هو لا يمارس نُؤَطْ مثلاً سيكلاز إيه الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الأولى مسبتة إِلْ فِي نُؤَطْ كَرَةِي هنا الجملة الثانية إِلْ نِيْ فِي بَاْ نُؤَطْ سيكلازم الأول كلمة كاراتي اللي يجمع لها رياضة الكاراتي كلمة سيكلازم اللي هي رياضة ركوب الدراجات إِلْ فِي نُؤَطْ كَرَةِي عايز أختار هختار دو ولا دو ولا أو هنا هختار لو ولا دو ولا دو هبص على المثال الأول إِلْ فِي نُؤَطْ كَرَةِي جملة مسبتة يعني مفيش نُو مفيش بَاْ هقول إِلْ فِي نُؤَطْ كَرَةِي أختار دو عشان الجملة مثبتة وفير بياخد الدهات وكلمة كارتي مذكر في المثال الثاني هو لا يمارس نقط سيك لازم طب هنا فير بفير منفي أفتكر أنا كنت بقول إن فير بياخد الدهات والدهات دي تتحول عند النفل إلى دو أو دي أباستروف طبعا إحنا عارفين دو لو وراه حرف كونسان يعني حرف ساكن دي أباستروف لو وراه حرف فويال يعني حرف متحرك يبقى إيه لني في با دو سيك لازم هو لا يمارس ركوب الدراجات مثال بالمرة على فيرب جو وي هقول مثلا إيل جو نقط ناتاسيون هو يلعب نقط السباحة هقول مثلا لا ولا ألا ولا دو لا أنا عارف إن فيرب جو وي بياخد الأوهات معي جو وي أوهات اللي هي الأو كتابة تاني والأل أباستروف والأل أكس يبقى فيرب جو وي بياخد الأوهات كلمة ناتاسيون كلمة معناها السباحة ودي كلمة مؤنسة فهختار ألا يبقى إيه لجو أنا دلوقتي قلت إن فيرب جو وي وفرب فار وفرب براتيكي وقلت الأدوات اللي بتيجي مع كل فعل من الثلاثة وقلت حالتها في الإثبات والنفي قلنا إن اللوهات بتيجي مع الفرب براتيكي ويمي وقدريو وبريفريو ودي تستي ودي بتيجي في الإثبات والنفي قلت إن فيرب فار بياخد الدوهات اللي هي دو دولادو على الأباستروف دي وتتحول عند النفي إلى دو أو دي أباستروف قلت إن الجو وي بياخد الأوهات ودي سبتة إثبات ونفي ده بالنسبة لفرب فار وفرب جو وي وفرب براتيكي في ملحوظة مهمة جدا مع فرب جو وي نخلي بالنا منها يأخذ فرب جو وي الدوهات ما أنت لسه قيل يا مستر ومش حاجة بتشاركوا مع الدوه فرب جو وي مع الأوهات بتاعته هياخد الدوهات ليه بتاعت فرب فار إحنا قلنا إن كل الكلام ده وإحنا بنتكلم عن ليه بمعنى الرياضات لكن فيرب جو وي ده هياخد الدوهات في حالة لما أكون بتكلم عن بتكلم عن الآلات الموسيقية بمعنى أقول مثلا إل جو نقط جيتار وعليك اختار يا تبقى ألا ولا دولا ولا لا طبعا إنت عارف إن فيرب جو وي بياخد الأوهات ده بس ده وإنت بتتكلم عن مين عن الرياضة لكن كلمة جيتار دي آلة موسيقية يبقى اختار دولا يبقى إيه الجو دولا الجيتار هو يعزف على الجيتار ده بالنسبة للجزء الجرامير بتاعنا هطلب المخرج للجميل بقى ننتقل لأول صفحة في التدريبات ليه صفحة رقم ثلاثة عندنا في صفحة رقم ثلاثة شو هزي سيلا بوري بونس اختغي الإجابة الصحيحة الجملة بتقول ماريو نقاط دي سكي السؤال بيقول شو هزي سيلا بوري بونس اختغي الإجابة الصحيحة طبعا احنا عارفين ان كل اسئلتنا في الامتحان بتاعنا بتكون اختياري مع هذا سؤالي الإيميل والموضوع الجملة بتقول ماريو نقاط دي سكي جو براتيك في برافو لا سامح حد بيقول ان هي هتبقى في تمام عشان انا قلنا نفربي فير بياخد الدوهات فانا اقول ماريو في دي سكي جملة رقم اتنين كلمة نقاط لا ناتاسيون كلمة ناتاسيون بمعنى السباحة وهنا وغدة لا فانا هختار فيرب ايمي يبقى انام لا ناتاسيون نحن نحب السباحة عندلك جملة رقم تلاتة الموضوع او بادمينتو بادمينتو دي لعبة معناها تنس الريشة وهنا في الرياضة وغدة الاوهات يبقى انا هختار فيرب جو يبقى هقول ايه جوة او بادمينتو معايا بعد كده عندلك جملة رقم اربعة تو نقاط دو سيكلاز تمام انا لقيت الدوهات فاختار فيرب بفير يبقى اقول تو في دو سيكلازم تقوم لرقم خمسة يقول لك نو نقاط على بتانك بتانك رياضة معناها لعبة الكرات الحديدية وعندي الرياضة وغدة على يعني ان الوهات يبقى اختار فيرب جوة يبقى اقول نو جوة على بتانك تقوم لرقم ستة فو نقاط لتنس اختار جوة ولا ادري ولا فت انا عندي الرياضة وغدة لوهات لوهات دي معايا في اربع افعال فيرب براتيكي وفرب ادري وفرب بريفري وفرب دي تستي عندي منهم فيرب ادري يبقى اختار ادري اللي في النص هقول عندنا في الجملة رقم سبعة جو نقاط دولا كورس ابي عندي الرياضة وغدة دولا اللي هي الدوهاد يبقى اختار برب فير هتبقة في انتي لبيbie اللي هي الاخيرة عندنا في الجملة رقم تمانية النقاط على بوبي كلمة بوبي معناها عروسة لعبة ودي وغدة الاوهات يبقى اختار برب جوة اللي هي الأولى يبقى الجوة على بوبي تسعة تو نقاط ت نقاط دولا دولا يمكن ان يكون اللعبة الل plugging اختار بژول يبقى اول تو جوه أو دولا نوعات لكورس نوعات لكورس الرياضة بعده اللوهات فأنا هبدأ أختار أدورو نوعات لكورس نوعات لكورس نوعات لكورس نوعات لكورس أنا عندي كلمة وقدت دوهات يبقى أختار في فايت غملا رقم 12 نوعات لكورس الرياضة او الكلمة وقدت اللوهات هختار فرب أدوري عندنا في الجنة رقم 13 ماردي جونوات دو فوتبال الرياضة وقدت الدوهات هبدأ أختار فرب فير يبقى جوفي دو فوتبال هننتقل للصفحة رقم 4 في صفحة رقم 4 ده سؤال مهم جداً هو سؤال السلسياء المواقف عنوانه دايماً سابت لو كسكوانبو ديخ دان السلسياء 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 ماذا نقول في المواقف التالية أول حاجة لازم وانت بتحل السؤال المواقف تركز مين بيقول وهو في آخر الموقف عايز إيه؟ يعني عايز سؤال ولا عايز إجابة؟ هنا بيقول لك تونامي يعني صديقك توديماند يسألك تونسبور بريفري عن رياضة المفضلة توريبو أنت هترد تقول له إيه؟ جودي تاست الاسكالات أكره تسلق القبال لدلتا بلان إيدين جوا الطائرة الشغائية أو الطائران الشغائي الخطير ولا لو يوغا سي ما باسيون اليوغا هويتي طبعاً انت بتكلم عن رياضة مفضلة فهيكون حاجة أنت بتحبها فهتقول لو يوغا سي ما باسيون هو الاختيار الأخير فكرنا رقم 2 بيقول لك إحنا بنسألك يعني الأدوات الضرورية لممارسة إكيتاسيون كلمة معناها الفروسية تودي إنت هتقول طبعاً الفروسية محتاج الأخيرة الفو أنشفال يلزم حصان رقم 3 توديموند أتونامي انت بتسأل صاحبك في أي ساعة هو يمارس رياضة المفضلة هو هيقول إلي سيزار الساعة 8 الساعة 18 ولا طبعاً في الموقف دوت هو بيقول لك توديموند انت بتسأل صاحبك في النهاية بقول لك هو هيقول لك أنت عايز إجابة إذن الاختيار الأخير مش هفكر فيه أساساً الاختيار الأول والتاني أنا عندي في الإجابة ده إجابة عن الساعة لما حد يقول لك كم الساعة ترد تقول له لكن هنا يقول لك في أي ساعة لازم إجابتك تكون مسبوقة بأي أقصى فهتقول الوالاختيار الثاني عندنا في الجملة رقم أربعة توديموند أتونامي أنت بتسأل صاحبك أين نمارس الكاراتي طبعاً السؤال عن المكان اللي بمارس فيه الرياضة ده من الأجزاء المهمة جداً في الدرس ده هو هيقول في حمام السباحة في الصالة الرياضية أو في الصالة الرياضية طبعاً الكاراتي رياضة بتتلاعب يعني في صالة الألعاب الرياضية خمسة صاحبك بيسألك طبعاً كلمة كارت من الكلمات المهمة ده معناها ملعب التنس هنا بنقول صاحبك بيسألك لماذا؟ نحن نذهب إلى ملعب التنس طول وريبا أنت تجيب عليه فهتقوله طبعاً الكارت مرعب التنس يبقى إحنا نمارس التنس ده بالنسبة للجزئية بتاعت سؤال المواقف بعد كده هننتقل على الصبور عشان نسخ سؤال الإيميل من الأجزاء المهمة سؤال الإيميل والأسف الكثير من أولادنا الطلبة بيقعوا فيه لأنه سؤال بيطلب من حضرتك ان انت تبدأ تكتب الإجابة والسؤال ده كما لو كان محادسة تكون فيها ثلاث أسئلة وانت حضرتك محتاج تكتب ثلاث إجابات في الأسئلة دي نتطرق للأجزاء اللي جات وفقاً للدرس الأول سؤال الإيميل سهل جداً جداً ومضموم في الامتحان اللي يركز فيه خلي بالك وانت بتجاوب على سؤال الإيميل لازم نكون عارف حاجة مهمة جداً أول حاجة الإيميل بينقصب من ثلاث نقاط بيكتب لك كده دو وآ والأوب جي يعني دو بمعنى من آ بمعنى إلى أوب جي الموضوع دو وآ والأوب جي من وإلى والموضوع ده بيحدد لك واللي بيسأل ده مين سواء كان بقى ولد أو بنت مش هيفرق معانا إلا إذا هو سأل تحت دو بمعنى من مثلاً تو علي أو مثلاً آ الأوب جي الموضوع مثلاً بيتكلمه عن بمعنى الرياضات يبقى أنا عرفت إن اللي كاتب الإيميل دوت أو اللي بيسأل ولد وبيسأل بنت وبيقول لها أو بيتكلمه أو نطاق الحوار بيدور حوله بمعنى الرياضات أو سؤال بقول لها مثلاً كسك ماذا تمارسي كرياضة؟ ده السؤال الأول بعد كده سأل لها أو وأين ومع من؟ ده الإيميل بتاعك هو بيجي بالزبط في الامتحان عبارة عن مستطيل كده وبكتب لك في الأسئلة بيكتب لك تحت المستطيل للإجابة دو علي آ آية يبقى أنا عرفت إن علي بيسأل آية بيتكلمه عن الرياضات بقول لها كسك توفي كوم سبور ماذا أنت تمارسي؟ كوم بمعنى كا أو مثلاً انت بتاعلي إيه أو تمارسي إيه كرياضة؟ قال لها اي او وأين؟ يبقى أنا عايز دلوقتي أجاوب بالرياضة أكون أنا عارف أكتب المكان اللي بتمارس فيه الرياضة دي اي افي كي ومع من؟ هبدأ أجاوب عندي السؤال الأول كسك توفي كوم سبور ماذا أنت تمارس كرياضة؟ يبقى أنا هقول مثلاً جوفي نقاط فوتبال كورت القدم طيب أخلي بالي بقى وأنا بكتب في الجرامير جوفي طب أنا قلت فير بفير يبقى هقول دو هات ولا أقول أو هات ولا أقول له هات تمام؟ هقول دو هات يبقى جوفي دو فوتبال يبقى ماذا أنت تمارسي كرياضة؟ قلت أنا بلعب كورت القدم اي او وأين؟ طب احنا هممارس الرياضة دي فين؟ أبدأ أحدد أقول مثلاً لازم أجاوب جملة كاملة أقول جوفي دو فوتبال أنا بلعب كورت القدم فين؟ مثلاً أقليب في النادي ولأ قلت أستاذ صح ولأ قلت سيغلوت غاء على أرض الملعب برضو صح بعد كده اي افيكي مع من؟ لازم أكتب جملة كاملة برضو أقول جوفي دو فوتبال بلعب كورت القدم افيك مع ميزامي يعني أصدقائي يبقى أنا دلوقتي في السؤال الأول كيس كتوفي كوم سبور ماذا أنت تمارس كرياضة؟ قلت جوفي دو فوتبال اي او وأين؟ قلت جوفي دو فوتبال اوكليب في النادي مع من؟ قلت جوفي دو فوتبال افيك ميزامي يبقى أنا جاوبت ثلاث إجابات كاملة على الأسئلة بتاعتي كل سؤال لي إجابة منفصلة وكاملة طيب تعالوا ندي مثال تاني أنا قلت في بداية الحلقة إن احنا عندنا الرياضة التنقسم لحتين كلاسيك وإكسترام وقلت 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 طب لو جالي سؤال في الإيميل بيتكلم عن الجزئية دي قد أشتغل إزاي؟ جاء مثلا الإيميل بيقول دو وآ والأوبجي مش لازم بقى نكمل الفراغات دي هنا مثلا بيقول لك كسك تو أم كوم سبور إكسترام إيه؟ فوركوا ولباذا؟ هو هنا بيقول لي كسك تو أم ماذا؟ أنت تحب؟ كوم سبور إكسترام كرياضة خطيرة لازم أخلي بالي بقى من الكلمة دي هو قال لي رياضة خطيرة يعني ما أنفعش أكتب تنس ما أنفعش أكتب فوتبول طب ما شمعنا؟ عشان دي رياضات كلاسيك يبقى أنت لو أنت بتجاوب لازم تختار رياضة إكسترام خطيرة إيه؟ بوركوا؟ ولماذا؟ يبقى لازم تحدد السمب اللي خلاك تختار رياضة الخطيرة دي أول حاجة لما أجا جاوب كسك تو أم كوم سبور إكسترام ماذا تحبك رياضة خطيرة؟ هقول جام أنا أحب مثلا لو كاراتي أنا بحب الكاراتي طب أنا دلوقتي كده حددت رياضة خطيرة طب إيه السبب بقى اللي خلاك تحب الكاراتي؟ هقول مثلا كار لأن سي موتيفو موتيفو يعني شيق أو مصير يبقى دلوقتي جاوبت إجابة كاملة إزاي؟ لما أجا تكلم وقول كسك تو أم كوم سبور إكسترام إيه اللي أنت بتحبك رياضة خطيرة؟ قلت له جام لو كاراتي جابت في جملة كاملة فاعل فاعل مفحول هنا بيقول لي بور كوا خلي بالك وإنت بتجاوب على سؤال بور كوا اللي معناها لماذا؟ يما أجاوب بكار وبعديها جملة كاملة يما أقول بور زائد المصدر فقلت كار سي موتيفو لأن هذا شيق أو هذا مصير ده بالنسبة للجزئية بتاعة سؤال الإيميل بتاعنا وفقا للوحدة بتاعتنا في جزء عندنا اسمه الامبراتيف الامبراتيف يعني الأمر الأمر من الأجزاء اللي احنا درسناها في الصف الثاني السنة الأمر جزء مهم جدا جدا أن أنت تفتكه في المنهج بتاعنا وخاصة في الدرس الأول ليه؟ لو خدت بالك لما كانت الشغل كنت بتكلم ماريوكا بتقولها إيه؟ بمعنى انتظري بمعنى السريعي معايا دي كلها أفعال في الأمر طيب تعالوا نفتكر كده مع بعض الأمر ده كان بيتكلم عن أو كان بيوجه إزاي؟ أول حاجة لازم أعرفها لمن يوجه الأمر هنفتكر سريعا الجزئية بتاعت لمن يوجه الأمر كان عندي الضمائر بتاعتي اللي هي الجو والثو والقال النو والفو والإلافك اس والقالافك اس ده بالنسبة للضمائر بتاعتي مين ينفع أوجه له أمر من كل الضمائر دي؟ كنا بنقول يوجه الأمر إلى الطو والنو والفو ثلاث ضمائر يوجه إليهم الأمر الطو في حالة أمر لأي مفرد النو في حالة واحدة بس اللي هي في حالة الاقتراح الفو في حالة لما يكون بوجه الأمر للجمع يبقى لمن يوجه الأمر من كل الضمائر دي؟ الجو أنا مش هينفع أوجه أمر النفسي عشان كنا بنزلتوش مع التلاتة دول الطو أنت أو أنت يوجه أمر لأي مفرد؟ إيه لو قال وإيه لها في كأس وقالها في كأس؟ ليه هو وهي وهم وهنا اسمها ضمائر غائب مش هينفع أوجه ليه الأمر النو والفو النو في حالة الاقتراح النو في حالة الجمع السؤال الثاني في الأمر كيف يصرف الفعل في صيغة الأمر؟ إزاي بقى أحط فعل في الأمر؟ عشان أوصل للشكل اللي كان بتقوله ماريولا ما كان بتقولها الطو انتظري أو ديبشتوا أسرعي هم ثلاث خطوات أول خطوة يصرف الفعل في المضارع مع التو والنو والفو دي أول خطوة الخطوة الثانية بنحذفهم بنشلهم خطوة الثالثة لو الفعل مجموعة أولى يعني لو كان الفعل المجموعة أولى اللي احنا قلنا إيه كالآخرة إيه الـ لما عملنا التأسيم دي بتاع تلقى أفعال بتاعتنا وقلنا المجموعة الأولى المجموعة التانية والمجموعة التالتة أيها رو يبعى لو كان الفعل المجموعة أولى اللي هي آخرة بنحذف الـ اللي معها الضمير طو فقط طب أنا من المثال مش فاهم يعني طب أنا عرفت الخطوات إزاي بقى أطبق؟ لو جبنا مثلا زيuti معنى يمارس فعل معناه يمارس لما أجعé صرفه في الأعمل تعالون ومشي مع الخطوات دي يصرف الفعل في المضارع مع به مع 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 النو هاحذف الو ار وحط مع الفو هاحذف الو ار وحط وزد كده لأول خطوة عملتها يصرف الفعل في المدارع مع تو النو والفو صرفتهم الخطوة التالية بنحذفهم حذفتهم الخطوة التالتة لو الفعل مجموعة اولى هل فيرب براتيك مجموعة اولى هنحذف الاس فقط مع الضمير تو يعني هاجي على الاس دي واشلها مع الضمير تو الجزء المتبقي هو الامر براتيك بمعنى مارس براتيكو بمعنى لنو مارس عشان ده اقتراح براتيكي مارسو عشان ده امر مع الجمع يبقى انا كده وضحت ازاي اصرف فعل في الامر مجموعة اولى براتيك زي فيرب براتيكي صرفت الفعل في المدارع مع تو النو والفو خطوة التانية حذفتهم الخطوة التالتة بنشيل الاس مع تو لو كان فعل مجموعة اولى طيب تعالوا ناخد مثال مثلا على فعل مجموعة تانية لو جدنا مثلا بر بزاي بر جروندير جروندير من افعال المجموعة التانية ودوت معناه ينمو او يكبر جروندير تعالوا نمشي خطوة خطوة يصرف الفعل في المدارع مع تو ونو والفو ادي تو ونو والفو مع تو في المجموعة التانية بنحذف الار وبنحط اس عشان دي مجموعة تانية ليه اخرها اي ار مع النو بنحط اس اس و نس مع الفو بنحط اس اس و زد يبقى يصرف الفعل في المدارع مع تو النو والفو صرفت نحذفهم حذفت لو الفعل مجموعة اولى ده اصلا مجموعة اولى لا جروندير مجموعة تانية خلاص مش هحذف الأس مع التو هتبقى جروندير نمو او اكبر جروندير سو لننمو جروندير سي نمو يبقى ده كده الأمر لو كان الفعل مجموعة أولى عملنا فيرب براتيكي ولو كان مجموعة تانية عملنا فيرب اسمه جروندير طيب تعالوا نجيب الأمر مثلا من فعل مجموعة تالتة زي مثلا فيرب فير فيرب فير تتكلمنا عنه من شوية هصرف مع التو والنو والفو فير مع التو هيبقى في مع النو هيبقى في زو طبعا فوضي نحن حافظين الأفعال دي مع الفو هيبقى فيت يصرف الفعل في المضارع مع التو النو والفو صرفت مع التو النو والفو في المضارع نحذفهم أحذف التو والنو والفو لو الفعل مجموعة أولى لأخير أور طب ده مش مجموعة أولى ده مجموعة تالتة يبقى فيه بمعنى اعمل أو مارس لو الجملة بتتكلم عن الرياضة فيه زو اعملوا أو مارسوا فت سوري دي اللي نعمل أو لمارسوا فت اعملوا أو مارسوا ده أمر مع المفرد وده أمر مع الجمع ومع نو في حالة الاقتراح يبقى احنا كده وضحنا الامر من افعال المجموعة الاولى والمجموعة التانية والمجموعة التالتة طبعا لكل قاعدة شواز في عندنا ثلاث افعال دول شازين في الامر يعني ايه شازين في الامر؟ يعني حضرتك ما ينفعش تصرفهم بالتون نول فو وبعد كده تحزي بالتون نول فو وجزء المتبقي با هو ده الامر الافعال دي عندك تحفظوا لو مع تو بيبقى صوى مع النو صوى مع الفو بيبقى صوى ده لو امر مع التو اللي هو المفرد ده مع النو اللي هو الاقتراح وده مع الفو لما يكون امر في حالة الجمع ده بالنسبة للامر بتاعنا كده نكون احنا النهاردة عملنا ايه احنا النهاردة وضحنا الاول خالص في البداية تقسيم الرياضة تقسمنا الرياضة لسبور كلاسيك واكسترام اللي هي الرياضة الكلاسيكية والرياضة الخطيرة وبعد كده قسمناها الانديفيدوال وكوليكتيف اللي هي الرياضة الفردية والجامعية بعد كده اتعرفنا على فرب جو و وفرب فير وفرب براتيكي هي الثلاث افعال بتاعتنا واتكلمنا على الادوات بتاعتهم اللي هي قلنا فرب فير بياخد الدهات وقلنا الفرب جو بياخد الدهات وفيربي براتيكي بياخد اللوهات. ده بالنسبة للثلاث افعال. ووضحنا كمان الاداوات بتاعتهم يكون مصير ايه سواء الجملة مسبتة او الجملة منفية. ووضحنا طبعا القطعة بتاعتهم ادخل الوحدة بتاعتنا اللي هي بتاعرفنا على الغياضة والحوار اللي ضامة بين ماريو وتشارلوت وريتشارد. وكمان اتكلمنا عن الامر اللي احنا نفهود ان احنا بنراجع عليه لان احنا ده من دروس الوحدة بتاع الصف الثاني السنوي. واحنا راجعنا على الامر سواء كان مجموعة اولة او تانية او تالتة. باختصار كده احنا جبنا مقدمة الوحدة والدرس اللي هي الاول. فاضر يا رسول. ما شاء الله عليك احسن. لو عندك اي رسائل سريعة او نصح بالنسبة للطلبة بالنسبة للنزام الجديد او اي حاجة اللي علاقة بالمنهج يريد سريعا. بالنسبة لابناء انا طلب الطلبات السنوية العامة نتمنى ايا كان النزام اللي انت هتمتحن عليه سواء كان تابلت او ورقي بوكلت زي السنين اللي اللي فاتت. ايا كان مش هنفعها غير حاجة واحدة بس. مجهود ثم مجهودك ثم مجهودك. انت لازم تزاكر على قد ما تقدر وتعمل حسابك وتأمن نفسك ان انت تزاكر جامد جدا وتحل جامد جدا وتدرب نفسك على كل انواع الاسئلة. الامتحان السنية دي هيكون مختلف بالنسبة كبيرة عن لقبل كده. اه. لكن مش هيخرج بره المنهج. بتكلم عن اللغة الفرنسية. احنا بالنسبة لنا لحد دوقتي مع النزام الجديد. اه. والنزام القديم. وكل الانماط بتاعت الاسئلة. اه. معتمد على الفهم اكتر. اه. معتمد على الفهم اكتر. ويعني انت مش ع حيث طالب حافظ قد ما يكون طالب فاهم اكتر. في تغيير في الايتمز بتاعت الامتحان او الانماط الاسئلة. لحد دلوقتي لا. ما فيش اي حاجة. كله على القديم. كله على القديم. الوصفة الوحيدة اللي اتغيرت عندنا سؤال المواقف. بدلا ما كان شوازيه جابه اكري لمدة سنة. وبعد كده رجع تاني على نظام القديم اللي هو شوازيه. طبعا بالنسبة للطلب يكون اسهل واضمن لهم في الدرجات. بالنسبة لك الوغة الفرنسية يعني مجال ان هو يخرج بره المنهجنا وبر الكتاب بتاعنا احتمال ضعيف جدا جدا. في كل الاحوال الطالب الفاهما يجي. الطالب الفاهما يجي. ايه الفكرة كلها انت بتزود من قدرتك على انت تفهم الاسئلة. تفهم القواعد مش ازاي تبدأ تحل اكتر. تتدرب اكتر. ده بالنسبة للمنهج. شكرا. 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 شكرا.